ابتسامة تخفي الكثير من الوجع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان غزة بعد التدمير الذي لحق بمنازلهم تبرز قصص الإبداع والصمود بين الأهالي أحد هذه القصص هي قصة أم فلسطينية ابتكرت طريقة خاصة لحماية طفلها من حرارة الشمس داخل الخيام وتوفير بيئة نوم أفضل له تعاني العائلات في غزة التي فقدت المنازل من الإقامة في الخيام المؤقتة تحت أشعة الشمس الخارقة ومع قلق الأمهات على أطفالهن من التعرض لضربة الشمس وعدم القدرة على النوم بشكل مريح جاءت فكرة هذه الأم المبدعة لتوفير حل عملي وفعال يقال إن الحاجة أم الاختراع فلنشاهد ماذا فعلت ركبت بيت صغير من الخشب تفصيلة الجهة الأولى نفس تفصيلة الجهة الثانية نفس ما هو موضح وأيضا ركبت رزات لسهولة فتحه وتنقل به لأي مكان يلا ركبه بزاوية جو الخيمة فرشنا هذا البيت حتى يناسب الأطفال هذا البيت بيحمي الطفل من أشعة الشمس وأيضا بيحميه من النموس لتغطية البيت بنحضر جرد الماء بنحضر شرشف أو حرام خيف طبعا بنغمس هذا الهرام بالماء بالرطبه وبنعصره كتير منيح حتى ما يبلل الطفل بالماء بنوضع هذا الشرشف على البيت الخشبي ثم بنيم الطفل بداخله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة